رمضان في كل مكان، رمضان الشهر الفضيل الجميل اللي بينور الدنيا أنا عشت كتير جداً في بريطانيا وتحديداً في لندن وعشت في فترة ما كانش فيه يعني ما كنتش بتحس في رمضان غير في البيوت المصرية أو في الأهل ما كانتش قوي الدنيا يعني لسه في أواخر التسعينات يعني إلا من بعض الشوارع المعروفة جداً اللي بيبقى فيها بعض الحاجات العربية تروح تشتري أو الناس تتظاهر ولكن الدنيا تغيرت كثيراً وأصبحت الجاليات العربية الإسلامية الموجودة في بريطانيا أصبحت هي كمان بقت يعني مستهلك كبير وبقهم يحسوا في كل المحلات تدخل أكبر المحلات الإنجليزية العتيقة القديمة المعروفة فتلاقيهم بيبيعوا بلح بيبيعوا طمر تلاقيهم كبين مثلاً في المحلات رمضان كريم وحاجات كده ولكن يعني لأول مرة في بريطانيا وفي حدث ضخم وطبعاً بعد خروجنا من كورونا تحولت ساحة قاعة ألبرت هول الملكية في لندن إلى منطقة مفتوحة لتناول الإفطار الرمضاني وشهد الحدث ده حضور 500 مسلم وصائم طبعاً في يعني واحدة من أكبر حفلات الإفطار الرمضاني زي ما أنتم شايفينها على الشاشة طبعاً دي بتشهدها بريطانيا على الإطلاق وقبلها من الأسبوع اللي قبله زي ما أنتم شايفين ده أمام يعني شايفين المائدة بطولها عامل إزاي أمام قاعة ألبرت هول طبعاً وحتلاقي دول جاليات من كل الجنسيات العربية الإسلامية موجودين بيتناولوا الإفطار مع بعض شايفين الطمر زي ما قلت لكم كمان كان فيه قبلها بأسبوع برضو مواقض إفطار موجودة في بيكاديلي موجودة في كوفين جاردن موجودة في ترافارجل سكوير يعني في كل الأماكن الأدن أهو يعني بيرفع وطبعاً فيه هناك مركز إسلامي كبير وفيه جامع ريجين سبارك اللي موجود في لندن كل الأماكن دي بتحس فيها الآن بروح رمضان ولكن الأحلى زي ما أنتم شايفين مائدة إفطار رمضانية إنجليزية بريطانية ورمضان في كل مكان يظل الشهر الفضيل دايماً بكل جماله يملأ الدنيا نور بالبركة وبالخير طول الوقت الصورة الحقيقة تتحدث زي ما أنتم شايفين جاليات عربية مختلفة متنوعة ما فيش فرق بيجمعهم يعني لا الجنسية ولا اللون ولكن بيجمعهم طبعاً الإسلام والمحبة والتقاخي والتسامح والأجواء وشهر رمضان بيحب المحبة وبيحب الإفطار الجماعي وعلشان كده وأعتقد أن فكرة على فكرة الإفطار الجماعي دي عايز أقول لكم انطلقت من مصر يعني فكرة أنه الناس بتفطر على موائد الرحمن دي فكرة انطلقت عموماً من مصر لأنه ما كانتش الأفكار دي متاحة قبل كده ولكن طبعاً أنتم عارفين الشوارع المصرية والأماكن المصرية فيها دائماً موائد للإفطار كمان في دولنا العربية في بلدان كثيرة جداً بتهتم بحكاية موائد الإفطار هذا العام عموماً رمضان الحمد لله الناس بتفطر مع بعض بعد الخروج من كورونا فحتلاقي الروح موجودة في دول عربية كتيرة طبعاً يعني حنفضل نحتفي بالشهر في مصر احنا كمان الناس بتحس بحركة الناس والناس يعني منطلقة هذا العام النواة دي مفتوحة الدنيا مفتوحة والناس الحقيقة بتتزاور ولمة العيلة موجودة طول الوقت